إنها العودة إلى الأرض بالنسبة إلى بعض الموظفين الصينيين في المدينة خلال الأسبوع هم مدرسون ومستشاروا علاقة عامة ومبرمجوا كومبيوتر لكنهم في نهاية الأسبوع يغمسون أيديهم في التراب عندما لا نزرع بأنفسنا نخاف على سلامتنا الناس هنا يزدادون قلقا بشأن ما يطعمون أولادهم ولكن الأطفال في هذه المزرعة أحران في اختيار ما يعجبهم لا تزال آخر فضيحة غذائية حية في الأذهان وان سي وان كان من بين ضحاياها أطعمه أله تركيبة غذائية للأطفال أعتقد أنها آمنة لكن تبين أن فيها مادة ميلمين الكيميائية توفي ستة أطفال في تلك المرحلة وأصيب بالمرض أكثر من ربع مليون آخرين وان جان ما زال قلقا على صحة سي وان فهو يريد العدالة لابنه أعتقد أن على الحكومة أن تتحمل المسؤولية دعوان القضائية تؤجل باستمرار وأنا أغلي كراهية بسبب ذلك آخر فضيحة ظهرت في الصين كانت فضيحة البطيخ المتفجر جان يان شو واحد من آلاف المزارعين الذين تأثروا بهذه المشكلة يبدو أنها نتجت عن مبالغة باستخدام مادة تسرع من نمو النباتات يقول يان شو إن ربع محصوله انفجر بكل بساطة بينما كنت أسير في الحقل كنت أسمعها تنفجر مع أكثر من مليار شخص ينبغي إطعامهم في الصين هناك عنصر أساسي على المحك هو عنصر الثقة لأنه عندما يذهب الناس لشراء حاجياتهم اليومية ويتساءلون عما إذا كان طعامهم آمنا أم لا فإن ذلك يطرح ضمن أسئلة عن قدرة السلطة على حمايتهم زلالة المصبقون موسيقى